السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته هناك فرق بين الطاعة والالتزام الالتزام بالقوانين الحديثة مثلا يتم بإرادتك وموافقتك لكن العبد في النظم الدينية ليس مخيرا بل أنه ليس إنسانا إلا إذا اتخذ صفة العبد هذا هو المعنى الجوهري لعبودية الناس جميعا لإله الدين نحن هنا لا ننتقد الإله ولا ننتقد الدين إنما نصف المنظومة الفكرية أو المعرفية التي يصدر منها الدين والأشياء التي يجب أن ننفذها لصالح إله الدين نحن عبيد لهذا الإله وهذه الصورة التي ورثناها والتي تعتبرها الملايين مسألة فخرية وميزة لهم بدلا من أن يعتبرها أمرا مختلفا كما هو حال العصور الحديثة الأمر كيف يتضح حتى لا يقال بأن هذا المسألة العبودية هي مسألة جدلية وممكن أن يقال بأن الإنسان أفضل له أن يستعبد نفسه على أن يستعبد إلهه هذا الأمر يفسر من قبل بعض السلفيين بأن يقول لك أنت كن عبدا لربك أفضل مما أن تكون عبدا لنفسك نفسك أمارة بالسوء وهي نفحة فيها نفحات الشيطان وعليك أن تقاومها تقاومها وهذا الأمر يعني فيه جدل كثير لأنه يصب في النتيجة ليس في طاعة الإله بأتبارك عبدا إنما في طاعة من يمثل الإله ومن يدعوك إلى هذا الشيء ومن يقول لك أن نفسك أمارة بالسوء ويستثمر وهذا الأمر هو في الحقيقة أنت لا تعبد الإله ولا تخضع لهذا الله إنما تخضع لمن يدعي هذا الشيء أعني من يدعي بأنه ممثل للإله وأن عليك أن تكون مطيعا لهذا الله فبالنتيجة النهاية أنت مطيع لمن يقول هذا الكلام أو من ينشر هذا الكلام أو هذا الخطاب ويفرضه على الجميع عندما يجب أن نلاحظ مسألة يعني للتذكير أن دائما الأديان التي تفرض أبودية الناس للإله هذه الأديان كانت دائما إلها علاقة بالسلطة وتفرض على الناس جميعا هذا الخيار أن الناس لم يكونوا في يوم من الأيام عبيدا للإله إلا بفعل فاعل وهذا الفاعل هو الدين المهيمن والسلطوي الذي يفرض على الناس جميعا حتى ذا رجعنا للدين الإسلامي على سبيل المثال وهذه ليست إساء إنما نصف الأشياء بمسمياتها الدين الإسلامي لم ينتشر إلا بالقوة والناس أصبحوا عبيدا لهذا الإله بالقوة وأيضا الدين نفسه الإسلامي وحتى للأديان الأخرى التوحدية تقول دائما على الناس أن يذعنوا وأن يرضخوا لرحمة هذا الإله أو لإرادة هذا الإله بشكل عام الكلمات هنا تختلط الرحمة والعنف والسيطرة والهيمنة والعبودية والاستعباد هنا تتناظر لكنها كلها تصب دائما في صالح الإله ومن يمثل هذا الإله نتيجة لهذا النوع من الطاعة التي فرضت على الجميع بطريقة أو بأخرى والتي يدعي المؤمنون بأنهم خاضعون لشروط هذه الطاعة وأنهم سائدون بهذه الطاعة بالتأكيد السجين لا يمكن أن يقول أنه غير مطيع لو أن لا فستتم معاقبته فالمسألة بالتأكيد هي هكذا السجناء طبعا أيضا لا يقول لك أنه أنا أطيع السجان أو من يحرس السجن أو من يتولى أمر استعبادي استعبادي وإخضاعي له ولشروطه لا يقول لك أنا مستعبد ويحتاج على هذا الأمر لا يقول لك أنا مرتاح على استعبادي وأنا أفتخر بهذه الأبودية لأنه تعود على هذا الإذلال المستمر ليس للإله فكرة إلهية أصلا هي فكرة اختراءها المهمنين على الواقع أو هؤلاء المهمين على الواقع دائما يفرضون سطوة هذا الإله باسم هذا الإله باسم سطوة هذا الإله على الناس كما قلت نتيجة هذا النوع من الطعاية تجسد فيما أسميته أو لا فيما أقود اسمها أفضل سمتها حنة أرندنت الفلسوفة الألمانية اليهودية الأصل التي كانت هي من تلامذة طالبة هاديقر سمتها تفاهة الشر وهذه التفاهة لن نجد لها مكانا أو لن تجد لها مكانا إلا بسبب مبدأ الطاعة العمياء التي ينشرها الدين منذ أبعد الأزمان هذه الطاعة العمياء هي التي أكدت وجود هذه التفاهة بل طالبت بوجودها وهي لأنها لا يمكن أن تسيطر على الجميع إلا باسم هذه التفاهة والتفاهة باحتصار هي أن تكون عبدا دليلا خاضعا مدعنا ممتثلا مستسلما وهذه كلها الإسماء موجودة ومتضمنة حتى في المعاني الإصطلاحية واللغوية والمفهومية لكلمة الدين ولكلمة إسلام ولكلمة التوحيد وهذه الكلمات كلها متشعبة وهي تم استنباطها لكي تفرض هذه المسألة المسألة ليست لا علاقة لها بالدين وهذا الوهم الذي يفترض الجميع يقول لك أنت تتحدث عن الدين لا هي أصلا كل هذه المنظومة هي وجدت لكي تمنعك من الحديث باسم ماذا؟ باسم إله وباسم دين الأولوية لفكرة العبودية وليس لفكرة الإله أنت تريد أن تستعبد الناس ولهذا السبب وضعت شرط الإلهي وأن هناك إله يجب أن تستعبده وتطيعه وأن تؤدي الفرائض له بالحقيقة أنت خدأت وقدموا يعني الذي المطلوب منك صار نتيجة والمبرر أصبح هو الهدف أو السبب وبالحقيقة مجرد أن تقلب الأمور تكتشف الحقيقة المرة التي تورطنا بها جميعا وبالقوة وأكرر بالقوة بالنتيجة الواقع الذي وصل إلى الإنسان بجهده واجتهاده وبعذابات لا أولها ولا آخر أجهال لا تحصى من البشر الذين خضعوا لهذه العبوديات التي تسمت بتحت اسم الدين أو تحت اسم العقيدة أو تحت اسم الواجب أو تحت اسم الوطن أو تحت اسم الشيوعية أو الماركسية أو الإسمالية أي شيء هي كلها هدف أن تستعبدك وأن تختصب حقك في أن تقول وأن تطرح رأيك وأن يكون لك الصوت في الطريقة التي يتم فيها حكمك هذا الواقع الآن إنسان تجاوزه وبدأ يشعر بأن المسألة تتعلق به وليس بالقوة الخارقة وليس بالقوة العظمى وليس بالقوة الحكومية ولا السلطوية ولا الإلهية ولا الطبقية ولا المتعالية ولا المتعلمة لا لها علاقة بالإنسان كما هو أنا موجود في هذه الجماعة ومن حقي أن يكون لي رأيي وصوت ومن حقي أن يعترض وأن يتفق جميع على صورة ما من أنماط الألاقات التي ترضي جميع ويشعر في إزاءها جميع بأنهم مختنعون بما يتنازلون عنه من حقوقهم أنا كإنسان لدي حقي مسألة بسيطة يعني أنا أتحدث كأنما أتحدث بالبديهيات لكنها لكن كما يبدو أن هذه البديهيات لا بد أن نسترجعها ونطالب بها ونعيد سقلها وتنظيفها حتى لا نسمح لأحد أن يغش الجميع ويبدو أن تحدث أن هناك احتمال وأنت إنسان ويدك وداخل هذا الإنسان النفس وهذا النفس الشريرة ونحن نأتي لكي نخلصك من هذا النفس الشريرة هذه القصص بعد أصبحت قصص يعني لئيمة وخبيثة ولا يجوز أن نسمح لأحد أن يستغفرنا باسمها فكرة الاستبداد أصبحت من الماضي يعني سياسيا ودينيا واجتماعيا ليس بسبب قناعة الناس المحملين بثقافة هذه الاستبداد هذا الاستبداد لكن بسبب التطور الإنساني والحضاري والتكنولوجي والمعلوماتي وأيضا هيمنة وسائل التواصل حديثة المشكلة هنا تتضح بأن هناك من يفرض على الناس هذه العبودية وباسم أنه أنت إنسان سيء تخيل يقول لك أنت إنسان مجبول على السوء أنت ولدت في خسر وأنت دائما هذا التعبير الديني الموجود في القرآن الكريم يجري استغلال للتوظيف كل هذه الأمور وأيضا هناك منظومة كاملة من الأحاديث والفتاوى والمؤسسات الدينية التي تدعم وتدفع كل إنسان دائما بأن يتنازل عن ذاته وأن يستسلم لكن الآن تضح الأمر والكل يشعر بهذه القضية الكل يشعر بأنه مستغل مدمر مسحوق مسروق لا يستطيع أن يقول شيئاً لا يستطيع حتى أن ينتقد وهذا الأمر يجب أن يقف أن تحده الآن تضحت الأمور ومن يتردد ومن يواصل التكذيب ما حدث عليها أن يعرف بأنه أن عمر هذه الأكاذيب وعمر هذه الطمطمة واللفلفة والمساومة والمحاججة الفارغة أصبح قصير جداً وعليه أن يلحق نفسه قبل أن يأتيه طوفان طوفان الواقع والحقيقة ويغمره ولا تساعة إذن من مندمي شكراً جزيلاً وأسفر طالع كم أنا معكم منصور الناصر في الختام أشير إلى مصدر هذا الفيديو هو بوست الآن ذكرنا به في فيسبوك نشرته سنة 2020 في هذا اليوم تحديداً يوم 20 ديسمبر من سنة 2020 ولهذا ممكن أن تتضعون على نص البوست الذي نشرته قبل سنتين تماماً مع السلامة شكراً جزيلاً